بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسانا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قولوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنذلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف الرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أبدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسرطان بيّن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموه هو ما يعبدون إلا الله فإذا الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويؤيّ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وإذا ضربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوتهم منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالرصيد لو اتخلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملعت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتسانوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزقهم منه وليتنطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن ساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم كن يا لربهم أعلم بهم قال الذين ظنبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدان سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثالنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءا ظاهرا فلا تمال فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشاة ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مرتحاذا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذاة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبع أواه وكان أمر فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر إنا آتنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمالا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسار من ذهبهم ويربسون ثيابا خضرا من سندس من سندس وإستمرقهم متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظن منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاور ألا أكثر منك مالا مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال من أظن أن تبيد هذه أبدا ومن أظن سات قائمتا وليمدد إلى ربي لأجد أن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرق بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءه الغورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عرشها ويلقول يا ليتني لم أشرك في ربي أحدا ولم تكن له فئة إن ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباغيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباغيات الصالحات خير عند ربك خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاب ووجدوا ما عبدوا حاضرا ولا يظلم ربك أحاضا وإذ قلنا للملايكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو بإسال الظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا ويوم يقولنا ذو شركاء الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبونهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكاد الإنسان أكثر شيء جدلا وما بنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قضلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفهموا في آذانهم وقعا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذوا بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعنا وإذ قال موسى لفتاولا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أرضي حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتا وما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاة آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصفرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا أنتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أبرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا بالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جات شيئا إبرا قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترغني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا نقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جات شيئا نكرا قال ألم قل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيما جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ طل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأسنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وأنتيناه من كل شيء سببا فأتلع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عنده قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم بسا فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما قوما لا يكاذون يفقهون قبلا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرم عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرمنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أوليا إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبعكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي حزوا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا خالدين فيها لا يبغون عنها حوالا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ونوجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك لعبادة ربي أحدا بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كواتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوب للشياطين وأعددنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيخا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يحتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء من أنتم إلا في ظلام كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغبرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور أنا يعلم من خلق وهو النظيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض نونا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإله النشور أمنتم من في السماء أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ذكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك لزقه فاللجوا في حتو والفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأرصار والأفعدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا الذي مبين فلن رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه ثوكرنا وعليه ثوكرنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ترجمة نانسي قنقر